السلام عليكم هذا الفيديو بستكمل بي سلسلة أسئلة المسطحين سلسلة أسئلة المسطحين هي سلسلة بستعرض بها أسئلة جماعة الأرض المسطحة وبجاوب عليها ونبدأ من السؤال الأول كنا سمعنا رحلة أبولو 11 أول رحلة هبط بها البشر على سطح القمر السؤال كالتالي إذا هذه الصورة لأول هبوط بشري على القمر فمين اللي صور هذا الهبوط هذا الادعاء يستخدمه جماعة الأرض المسطحة كدليل على أن الهبوط على سطح القمر مزيف وهو مصور في استوديوهات ناسا الحقيقة أن هذا الادعاء يثبت أنهم ينتقدوا رحلات أبولو وهم ما يعرفوا إشي عنها علشان نفهم ليش هذا السؤال يثبت أنهم ما يعرفوا إشي بدنا نرجع لإسم الرحلة إسم الرحلة أبولو 11 وهذا يعني أنه في عشر رحلات قبلها كل هذه الرحلات كانت تمهيدية في بعض الرحلات كانت في مدار حول القمر وبعضها هبط على القمر لكن بدون بشر اللي ميز رحلة أبولو 11 أنه أول هبوط بشري على سطح القمر فخلنا نشوف الاحتمالات الممكنة لهاي الصورة كيف التقدت أول صورة لأول رائد فضاء على سطح القمر الخيار الأول أنه المنطقة مجهزة بكاميرات من رحلات أبولو السابقة الخيار الثاني أنه عند هبوط المركبة نزلت كاميرا لصور هذا الهبوط الخيار الثالث أنه فعلا الصورة مزيفة وهذا خطأ من اخطاء ناسا الخيار الأخير لا شيئا مما ذكر في الحقيقة هاي الصورة مش لأول هبوط على سطح القمر هاي الصورة لثاني رائد فضاء على سطح القمر باز ألدرين اللي صورها نيل أرمسترونغ أول رائد فضاء على سطح القمر وهذا اللي ما يعرفوه جماعة نظريات المؤامرة إنه كان فيه ثلاث رواد فضاء في رحلة أبول 11 وإذا كنت تتساءل وين أول صورة لأول هبوط على سطح القمر فهاي هي أول صورة لأول هبوط بشري على سطح القمر من كاميرا نزلت أثناء الهبوط لصور هذا الحدث وبس هاي القصة بكل بساطة الغريب إنه فيه آلاف الاحتمالات لكيف التقطت هاي الصورة لكن المسطح الجاهل كل هاي الاحتمالات وحكى إنه خطأ من أخطاء ناسا السؤال الثاني إذا كانت الأرض فعلا منحنية ليش ما الطائرات تنزل مقدمتها لتواكب الإنحناء؟ الجواب يكمن في جهاز في الطائرة اسمه الجايروسكوب الجايروسكوب هو جهاز معقد هدفه إنه يأشر لاتجاه مركز الأرض أو اتجاه الجاذبية فإذا الجايروسكوب هون رح يأشر بهذا الاتجاه وإذا كان هون رح يأشر بهذا الاتجاه فباختصار جهاز الجايروسكوب يضبط مقدمة الطائرة لتكون متوازية مع سطح الأرض بالأرقام إذا خذنا رحلة من لوس أنجلوس لأستراليا تقريبا هي الرحلة تمثل ربع الأرض يعني تغير 90 درجة في مقدمة الطائرة ومدة الرحلة 12 ساعة وهذا يعني أن الطائرة مبطرة تغير زاوية مقدمتها درجة واحدة كل ثمن دقائق وإنت بالكاد تقدر تحس التغير بدرجات بالثانية فما لك بدرجة واحدة على ثمن دقائق فصدقنا الرياح والأعصير والعوامل الثانية إلى تأثير أكبر على مقدمة الطائرة من إنحناء الأرض لكن خلني أستعمل اسلوب المسطح ضده إذا راجعنا الاتجاهات على الأرض مسطحة فتلاقي أنه هذا الشمال وهذا الجنوب والشرق والغرب هم اتجاهات لكن مش مستقيمة بل دوائر بينما على الأرض الكروية اتجاه الشرق والغرب مستقيمين فالسؤال ليش الطائرة اللي تتجه من الشرق للغرب أو العكس ما تخرج خارج الأرض نفس المنطقة اللي استعملوا جماعة الأرض مسطحة لما يحكوا ليش ما خرجت الطائرات خارج الأرض بسبب الإنحناء السؤال الأخير إذا كانت أبعد مركبة أرسلها البشر على بعد 130 وحدة فلكية يعني 23 مليار كيلومتر وهذا يعني إنها لسه قريبة من النظام الشمسي فكيف قدرنا نصور المجرة وهي تحتاج مسافة أبعد بكثير لنأخذ مثل هاي الصور الحقيقة لا يوجد إلى الآن ولا صورة حقيقية لمجرتها كل هاي الصور محاكالة أكثر لكن قبل ما يأخذ المسطح هاي المعلومة كانتصار وهمي بيستعمل الاستدلال المنطقي اللي يدرك بنفسه أنه هذا شكل مجرة فلنفرض أنك عايش في عالم موازي مختلف تماما عن عالمنا استيقظت ووجدت هذا المنظر في السماء مجموعة من مكعبات الروبك لما تنظر للجهة الثانية تلاقي جزء من الروبك ومكعبات الروبك أخرى رح تستنتج من هذا المنظر أنك أيضا تعيش داخل مكعب الروبك نفس هذا المنظر يصير في عالمنا إذا نظرت للسماء ليلا في الجزء الشمالي لو وجدت فيها ألاف المجرات بهذا الشكل وقبل ما تنكر وجودهم يا مسطح في التعليقات فنطلب منك تروح ترفع راسك للسماء أو تروح لمرصد فلكي أو تشتري تليسكوب لأن هذا المنظر ما تقدر تنكره إنكاره كأنك تنكر وجود القمر أو النهار وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي مع أنه صعب تنكر وجود المجرات لكن أنا مصر تشوف المجرات بعينك في كثير هوات فلك صوروها سواء عرب أو جانب صوروا المجرات وترك لك رابط هاي الصور في الوصف من مصورين عرب وإذا أنت أيضا تنكر تصويرهم مش حاب ترفع راسك للسماء فحب خبرك أنه عبد الرحمن الصوفي قبل ألف سنة ذكر وجود المجرات مثل مجارة أندروميدا حيث أنه ذكرها باسم اللطخة السحابية علشان أتكد من هذا الموضوع حاولت أبحث عن هذا الكتاب على الإنترنت لمدة ثلاث ساعات بدون أي فائدة فدخلت على السيستم اللي يبحث عن كتب في المكتبات الأردنية وكتبت اسم الكتاب وجدت منه ثلاث نسخ فقط في الأردن لحسن الحظ في نسخة موجودة في مكتب الجامعتي وهي مكتب تليرموك وهي واحدة من أكبر المكتبات في الشرق الأوسط بحثت عن ترميز الكتاب وعطوا للموظفين نسخة إلكترونية على إيميلي وبعد بحث طويل في المكتبة وجدت نسخة ورقية للكتاب وهي الكتاب صور الكواكب الثماني والأربعين لعبد الرحمن الصوفي الكتاب صراحة مليان بالمعلومات الفلكية الدقيقة ورسومات للتشكيلات النجمية لكن احنا بدنا اقتباس الاقتباس موجود في جزئية ذات الكرسي صفحة 78 وهي المكان اللي انذكر بلفظ اللطخة السحابية بس كيف نتأكد أنه فعلا كان يقصد فيها مجرة أندروميدا نقرأ الكلام المكتوب وتحت هذا السادس والخامس الذي على الركبة منه لطخة سحابية على يد ممسك رأس الغول إذن هي قريبة من ممسك رأس الغول وهي تشكيلة نجمية مشهورة وأيضا ذكر أنها تحت ركبة ذات الكرسي وهي ذات الكرسي وهي فعلا مجرة أندروميدا جميل إذن السماء مليئة بالمجرات صورناهم وعرفنا وجودهم قبل مئات السنين كيف عرفنا أنه إحنا داخل مجرة عرفنا لأنه الجزء الجنوبي من الأرض فيه إشي اسمه ذراع المجرة أو اللي يسموه هوات الفلك ذراع الجبار هو نفسه اللي إحنا نشوفه في المجرات الثانية نفس الذراع بالضبط ومن خلال الاستنتاج المنطقي ندرك أنه إحنا عايشين في مجرة مثل هاي المجرات الآن كيف جابوا صورة المجرة اللي إحنا فيها الجواب من خلال ربط المعلومات عنا بعد النجوم اللي حواليهنا ووضحت في الحلقات السابقة كيف حسبنا بعد النجوم وعنا مراسط فلكية قادرة على جمع كل هاي المعلومات لتصنع محاكاة لشكل المجرة اللي إحنا فيها وبس والله شكر خاص لكل اللي دعموا القناة سواء دعم الماسي أو ذهبي أو فضي وإذا أنت كمان حاب تدعم القناة راح أترك لك رابط الانتصاب في الوصف اشتركوا في القناة